نحن عايزين نقول لكم النهاردة كمان كانت الاتحاد الكرة بيعلن عن التشكيل الكامل لجهاز المنتخب الوطني تعارفين كانت تدعيات كتيرة حدثت اليومين اللي فاتوا حل الجهاز الفني بقيادة كابتن حسام البدري ثم صارت اللجنة السلسية التي تدير الاتحاد الكرة في عدة اتجاهات وترشحات نامت على المعلم حسن شحاتة وصبحت على البرتغالي كارلوس كيروش تفاصيل كتيرة وكواليس كتيرة حتى اهتدى اتحاد الكرة إلى البرتغالي الكبير كارلوس كيروش شوف يعني إذا كان ما يتدوله الإعلام والميديا من أن كان فيه كلام مع أسماء محددة واستقر الأمر وأبلغ كابتن حسن شحاتة فأنا الحقيقة أداي عشان كابتن حسن لكن اتحاد الكرة هو معني بالاختيار الأنسب له فكان عليه وهو يخبر الكابتن حسن شحاتة يخبره يخبرني ده الترشيح وبنحط ده بس لما جاش أجنابي كان لازم يوقفهم كده طيب ليه كارلوس كيروش وفكرة مين؟ عايز أقول لكم كيروش تأخر تدريبه المنتخب مصر حوالي ثلاث سنين ها 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 أعدك معلومات؟ آه بعد نهاية كاس العالم ومشاركة مصر في روسيا والغضب اللي كان صار ناحية كوبر وهنغير كوبر والفترة اللي كانوا بيفوضوا فيها أجري المهندس أحمد مجاهد طرح على مجلس الإدارة وقتها كان اسمه طروح كيروش كارلوس كيروش وحصل اتصال وقتها من أحمد مجاهد بكروش بس كانت تعاقد كروش مع كولومبيا حال دون ان هو ييجي في الفترة دي طلب ان احنا نستنى شوية كان المنتخب في الفترة دي هيدخل فترة مهمة جدا في الاستعداد لكاس الأمم الأفريقية فبالتالي تم الإسراء بالتعاقد مع أجري لما حانت الفرصة ناس كتير اتكلمت على انه فينجادة هو اللي رشح كارلوس كروش لا فينجادة زكى الاختيار لما سؤل من أحمد مجاهد عن كارلوس كروش ما كانش ينفع يتكلم عنه يعني رد نتكلم على حد لا على حد كمان بس فيه وقيمة كبيرة جدا لكن الحقيقة كان يمكن ما لم يعلن حتى الآن انه اللجنة السلسافة اتحاد الكرة وصلت برقم جيد مع كارلوس كروش لم يعلنوا عنه لكن معلومات انه هو أقلب كتير من اللي الناس كانت متخوفة منه النهاردة فضلوا مستنين شوية الرجل يحتاج مدير جهاز معه ولا لا هو جاي يوم التلاتة ان شاء الله ما فيش وقت احنا خلاص ليبيا بعد ما كذبت مباراتها في انجولا بقت هي في صدارة المجموعة ست نقاط الجولتين الجايين في اكتوبر نلعب مع ليبيا هنا ونروح نلعبهم هناك انما كسبتش الجولتين دول صعبة تتأهل بالزبط لانه ليبيا كمان انجولا رايحها لها وهي راح الجابون والجابون وانجولا دلوقتي تقريبا برا للصورة فالافضلية اللي نمع ليبيا في الجولتين الجايين في اكتوبر عشان كده ما فيش وقت ابدا قدام كارلوس كروش غير انه يبدأ انبارح فمجرد ما هيجي يوم التلاتة النهاردة تم الاستقرار على تعيين الكابتن واق الجمعة مديرا لجهاز المنتخب عشان يتولى اعداد كل النواحة الادارية وكل الاتصالات مع المحترفين والوقوف على كل التفاصيل اتشكل الجهاز من كارلوس كروش مديرا فنيا ضياء السيد مدربا عاما محمد شوقي مدرب اصام الحضري مدرب حراس مرمى كابتن واق الجمعة مدير للمنتخب ومحمد صلاح مدير اداري مع استمرار الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد ابو العلا ومعاه احمد مطر اخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى صدي ايضا اخصائي العلاج الطبيعي وبدر امام اخصائي التأهيل ومحمد احمد اخصائي التدليك على ان يضاف للجهاز الطبي احد الخبراء البرتغاليين اللي كروش هيجيبهم معاه ويجيب معاه مدرب احمال ومحلل اداء ده التشكيل الكامل للمنتخب اللي هيبدأ عمله بمجرد وصول كروش يوم التلاتة ان شاء الله بصها يا صهد براه انا معني جدا بشخصية المدرب ايه لازم يقولوننا المدرب ده شخصيته عاملة زي مهتم جدا 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 لما تقولي حيجيب معاه محلل اداء فاهمها لكن ما تيجي تقولي حيجيب معاه مدرب احمال اه لا خصائي طبي برضو فاهمها لكن مدرب احمال مدرب مساعد مدرب مش احمال مساعد مدرب مدرب أحمل هو حيبقى عنده شغل أحمل إلا إذا كان عشان كده بقوله هيبقى فيه معسكرات طويلة هنا نتكلم هل ديس حتبقى سياسة اتحاد الكورة إن الأولوية المنتخب مصر الفترة القادمة حتى لو ضحى ببعض الأمور الخاصة بالنشاط المحلي عشان يهيئ الظرف الأمثل للمنتخب ولا لأ وده شكل المصابقة المحلية لو هو هيحتاج فترات معسكرات طويلة له هل هتبقى محتاجين غير من شكل المصابقة وهلا مش محتاجين كلها سئلة المفروض إنه هو نقشها لأنه هو حيلعب قبل ماتشة إمتى مع الليبيا 2 أكتوبر يعني أقل من شهر أقل من شهر وهو جاي في فطرة انتقال بين مواسم يعني على الأقل فيه ناس واخده أسبوع وفيه ناس واخده أسبوعين ده الكاس هيخلص 9 و 12 أكتوبر ليبيا 9 هنا و 12 هناك أي بس في النص فيه نشاط محلي طبعا فيه الكاس نهايته 19 والدوري هيكون لسه هيبدأ 25 هيبدأ بعده بسيبك من الدوري دلوقتي احنا بتتكلم دلوقتي الفطرة ديه فيه مواسمة الكاس هو هيعمل فيها إيه عشان يجهز منتخب مصر ها ولا حيعتمد بالكامل ليصبح إدارة المنتخب عند الجهاز المعاون المحلي ها يعني تبتون مدرب مساعد ولا مدرب عام مدرب مساعد يعني إذن كابتن ضياء هو المدرب العام يبقى هو الكلمة التانية للكابتن ضياء بعدين العلاقة اللي بينه ما هتمشي إزاي الكابتن شوء محمد شوء هو عنصر واعد جدا ويعني جاء من تجربة مع المنتخب الأولمبي ماشي كابتن واق الجمعة هيكون برضو يعني عنصر داعم بس هو شخصيته بقى من نوع اللي بيسأل الناس اللي حواليه ولا عايز ياخد قراره وشرطه من دماغه طيب ودي في الحالة دي الفطرة المتاحة قبل مدش ليبيا دي جاهزة بقى للأحمال والتحليل والإعداد والانسجام وفرض الأسلوب لأنه هو كل الليلة كلها في المدش اللي جاي ما عدتش منه المدشين مع بعض هنا وإنك لا هنا ما انت لو ما عدتش من دا هناك ايه بقى هو انت لو ما عدتش من دا هو سابق دلوقتي ببنطين صح؟ طيب لو ما عدتش من دا هناك انت بتتكلم هناك هيحصل ايه يعني في ليبيا يعني هو هو المدش دا عنق الزجاجة بالنسبة لك أملك انك تكسب عشان تركب وتبتدي تفكر بقى هتلعب بأي اسلوب وبأي مجموعة وبأي خطة وبأي تاكتك عشان تعدي المدش اللي هناك إنما لو ما ما كسبتش المدش اللي هنا الأمور هتتقزم أو ما فيش حاجة في كرة القدم معناها تحسم لكن بقولك هتتقزم هنشتغل كعوايدنا كرد فعل ويبقى مصيرنا في إيد غيرنا والكلام اللي احنا والناس هتطلع ساعة هتقولك طب غيرت حسام البدري ليه يعني خلي بالك ما فيش حاجة في كرة القدم ليها منطق تقدر تقول هو ده الصح وده الغلط إنما انت بتاخد بالأسباب عشان تعمل الصح ويبقى عدك العيب اعمل خد بالأسباب وشوف أنسب حاجة لمنتخب مصر إيه في الفترة القادمة وحيبن شخصية المدرب هل هو حيقبل ما يعرض عليه من ظروف ولا حيفرض نظامه شوفوا طبعا مش هيبقى قدامه أي فرصة لتجمع الفريق قبل معسكر الكام يوم اللي قبل مباراة ليبيا انت عندك الصوبر المحلي اللي قاله طلع الجيش واحد وعشرين يا سيدي ما احنا بنتكلم في كل ده صاث برائيب هل ده هل ده هيبقى ثوابت يعني حيقلوله اوه عتيجي ناحية الكلام ده ولا هو لو قال ساعتها أنا محتاج بقى لأسبوني مع المنتخب أغفل على نفسي شوية عشان أجاز كويس يبقى هم قد يؤجلوا هزي الأمور ولا يعني شوفوا اللي حال يعني هو ده اللي أنا بقوله أستاذ إبراهيم ما انت لو جبته قلت له أنت هو ده نظامنا خلال هيشتغل بنظامك بقى بس ما تطلبش منه حاجة طب لهو إلا إذا كان موافق على كده ويعتبرها إعداد للمنتخب ممكن يجي أقولك مع المتشات دي قد تكون فيه إعداد للمنتخب أنا هنا مستني أشوف الراجل ده هيفكر إزاي ومين اللي حيفرد نظامه على الآخر إحنا في لحظة لا صوت يعلو عن صوت المنتخب صح ولا غلط صحيح بدأ ليه للتعديلات ما هو فيه ناس أقلت لك تم وكابت حسام البدري مخسرش ولا مباراة أيوة بس خايفين بالأداء ده كل الناس مش هايفة لأ مش ده اللي يضمال لك اللي جاي فأنت بتتكلم أبعد أنك الأول عايز تتصدر مجموعتك وبعدين عايز تبقى وصله لحالة أو لفرمة للمرحلة الإقصائية الإقصائية اللي مع المصنفين الأوائل فالناس عايزة تشعر لا والله ده أنا زي زيهم أخش 50-50 ما أخشش بقى 30-70 و25-75 والكلام ده يعني كل ده لازم حسابات الرجل إن ما طرحاش بصراحة أنا هستغرب ترجمة نانسي قنقر